السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاونا العزاء نرحب بكم في فيديو جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن شابتر الثامن الكتاب الصوت اللي هو كتاب English Phonetics and Phonology أولا عدنا أول شيء يقول هنا The Nature of the Cynables اللي هي طبيعة المقطع طيب من البداية هنا يقول Syllable is a very important unit in English المقطع هو وحدة مهمة جدا أو مهمة للغاية في اللغة الإنجليزية أو في علم الصوت بشكل عام يعني خلينا نقول طيب نأتي الآن يقول هنا تعريفة تعريف النقطة Is a unit of organization that involve speech sounds which sounds together make up a word المقطع هو عبارة عن وحدة منظمة تحتوي على أصوات لكي تنتج مع بعضها لبعض شيء يسمى الكلمة إذن الشي يعني the syllable هو عبارة عن مجموعة أصوات مع بعض التحد لتكوين كلمة هذا هو تعريفة بشكل عام طيب خلينا أعرف شون هو المقطع أنا أريد أشرح لكم بشكل عام ما هو المقطع شون المعنى المقطع طيب طلبنا العزاء المقطع هو عبارة عن كلمة أو جزء من كلمة ليس كلمة كاملة كاملة جزء من كلمة تحتوي على معنى وتحتوي على صوت عليه جيت على كلمة كار جيت على كلمة كار جيت على كلمة إن كلمة ذات معنى مقطع واحد مو كلمة كاملة يكون لها معنى play عادي إن ومعنىها فيه إذن المقطع هو عبارة عن كلمة تحتوي على صوت إلا وتحتوي على معنى هذا هو المقطع هذا هو تعريف المقطع طيب طبعا راح نجي تعريف المقطع لأحد العلماء يقول تعريفه بعلم الفنالوجيكلي A complex unit made of a nuclear and marginal elements هذا طبعا تعريف وفقا للفنالوجيكال سلاب خلينا نقول طيب نجي هنا يقول هنا there is no syllable unless there is a vowel or syllabi consonant ما عندي مقطع إذا ما عندي أما vowel أو syllabi consonant أحنا نعرف شنا المقصود بسلاب consonant إن شاء الله بعد شوي إذن هذا ملاحظة كلش مهمة ما عندي مقطع إذا ما عندي صوت علة أو عندي سلاب consonant إذن المقطع يجب أن نجد معه داخله علة أو سلاب consonant طيب صحيح الكلمة مو علة ليش لأن ما بها مقطع عفوا هذه الكلمة ليست مقطع لأن ما بها علة طيب لدينا تعريف آخر هو المنمم سلابول المنمم سلابول المنمم سلابول المنمم سلابول تعريفه كلمة آر اللي هي آ اللي هي صوت آب حيث كلمة ذات معنى وجدت على كلمة آي اللي هي معناها أنا أو آي اللي هي معناها عين هذا يسمون المنمم سلابول ليش لأن كلمة لها معنى كلمة لها معنى كلمة لها معنى طيب 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 لو جدت على كلمة آنسات طيب الكلمة أو المقطع الذي يبدأ بكونسننت هذا أسمي آني آنسات أي كلمة تبدأ بكونسننت أسميها آنسات أي كلمة أي كلمة تنتهي بكونسننت أسميها كود آم آت آي كلمة تنتهي بكونسننت أسميها كود كونسننت كود بالبداية إذا بدت بكونسننت أسميها آنسات أنتهت بكونسننت أسميها كود تعارف ذني مهمة صاري جدت على هاي الكلمة طبعا هذا الار آنسات والآن كونسننت آنه والآن كود لأنه بالنهو طيب عدنا بعض تعريف مهم جدا عدنا بعض تعريف كلش مهم نجعل هذا التعريف أيضا مهم جدا عدنا تعريف في البيك بيك إتز فاول ساونس أو سلابي كونسننت و جدستان آز كمبلمساري كممم 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 عندي آنسات وعندي رايم الرايم طبعا بيها بيك و بيها كودة هذا المخطط لازم نحفظه كل شمال طيب رجيت على كلمة كارت الكي هو آنسات أي صوت العلة هذا الجزء الأخير اللي يبقى منا هذا كله تراح تبرى رايم هذا الرايم عندي هنا بالرايم عندي عندي بيك اللي هي العلة والتي اللي هي الكودة هذا اللي بيك ما افتهمه تموم مشكلة ولا يهمك راجع نطيكنا بمثال آخر على مو تفتهم طيب اوح اوضحه مع هذا الرسم انا عندي الكلمة كارت سوري خلينا نمسح الرسم شوي يعلم و تكون أوضح طيب ركز يمي زي نغير اللون الأصفر لا الأصفر موضح اللون خلينا نرجع للأحمر لأنه أقوى تردد الأسود هم زي طيب أجعل كلمة كارت هاي سي وهذا الأي وهذا التي ركز يمي زيان الكي هذا اللي انكتب بالبداية هذا حرف الكي هذا انسيت لأنه بالبداية طيب زيان هذا هنا اللي يجعني هنا الأي العلدة اعتبرته البيك و التي اعتبرته كودة لأنه جاء بالأخير أنا قلت الكودة جاء بالأخير والأونسد قلناه بالبداية طيب هذولا مع بعض اثنيناتهم نسميهم راين مع بعضهم اثنيناتهم نسميهم راين راح أرجع النوبة لمثال آخر حتى توضح بعد أكثر بعجت على كلمة أجعل كلمة سعت أس اي تي احكي كلمة سعت سعت حلو الاس هو آنسد والأي صوت العلية هو بيك والكودة هو تي حلو هذولا مع بعض اثنياتهم نسميهم راين وهذا سميها الأونسد هذا تركيب الكلمة ضروري جدا أفهم هذا الشيء ضروري جدا أفهم شنو المقصود بالكودة وشنو المقصود بالرايم والبيك والأونسد وإلى آخر جدا جدا مهم طيب الآن ننتقل إلى فتشيء اسمه structure of english syllable الآن سنجي ناخله أولا عندنا ذنة تعاريف مهمة zero onset يعني الكلمة التي تبدأ بصوت علية نسميها zero onset arms فيها صوت علية واحد فحتى يسمونها zero onset ليش لأن ماكو بالبداية consonant فيسمونها onset احنا قلنا الـ onset هي بالبداية فإعنا ماعدنا consonant أصلا بالبداية فرح نقول zero onset يعني zero consonant في البداية ماكو نقول لأن زراء arms يعني أحد يقول أستاذ و الأر لا تتعرفون باللهجة البريطانية نحن نعتمد اللهجة البريطانية لا تتعرفون arms all هذه أصلا ببداية zero onset إذا قال لك الأستاذ أريد zero answer، تنطي هذا المثال. نجعله one consonant If the syllable began with a consonant, that initial consonants, initial consonants, may be any consonants, phoneme called initial consonant, onset consonant. هاي الكلمة اللي أجتني مثلا عندي كلمة more. هاي تعتبر one consonant اللي هي هاي الكلمة more اللي أجت أريد أن أفصلها. راح أقول M initial consonant. يعني بالبداية عندي initial onset. والعلّة راح أقول عليه center اللي هو الفاول اللي هو يعتبر center اللي هو peak. طيب دو اللي هي bob. طبعا ال D راح أعتبرها initial consonant تعتبر initial. و ال U اللي هو center. C نفس الحالة. فصوت العلّة اللي يجيني أسميه center. ال F اللي يجيني بالبداية consonant أسميه initial onset. initial onset. ممكن يجيني مرتين صوتين consonant نعم عاد يصير ما عنده أي مشكلة. لو جيت على هذا النظام دائما الصوت الأول يجيني يسمونه initial. بالبداية يسميه initial. بالبداية يسميه initial يعني بداي. و العلّة يعتبر central. طبعا أنا نسوي مخطط ال الهن جدا مرتب. راح نستفاد من عدهن. هذا المخطط اللي نشوفه قدامنا. هذا المخطط. الصوت الأول. أول صوت يجيني. أول الصوت خصوصا هو S. من يجيني بالبداية راح نسميه pre initial. طبعا إذن يقولهم onset. حسنا واحد يقول أستاذ أنا ضخيت ما قاعد أفتقهم. لا 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 ماكو كل مشكلة. خلينا أوضح لك. إحنا عندنا onset. onset. قلنا onset شنه يعني consonant ببداية الكلمة. يعني أنا مثلا عندي. cat. الكأ هنا صوت الكأ هو onset. مثلا عندي start. S و T و R. S و T. مثلا عندي street. S و T و R. هذول كلهم onset. أي شي كلمات تجيني ببداية الكلمة قبل العلة. أسميهم onset. طيب. حسنا أنا أرجع على كلمة. أجي على كلمة. أجي على هذا المخطط. هذا المخطط جماعة ال onset. عندك ال S. يئك بالبداية لستثمي انشاء المخطط. الن obt. الن cuber Collection تقول لك's and Ult. و إذا أجدك الله و الره و ال Nebraska'W و و استثميها المخطط. ستسمى المخطط في القليل. مرة أخرى. الصوت الأول. الرهي 사람이 تقوم بmake you my initial. الن cuber Cell. و instantIR. يت drumming. تريدенно. و انا لدي ناخذها مثلها انا لدي رسم صوتي الصوت الاس سأقول عليها Pre Initial لانا جماعة الاس الP initial onset و الL Post Initial نفس الحالة س Pre Initial و الW Post Initial ترى الW هناك نفس الحالة هذا سبيو طبعا هذا صوت الU هذا صوت اليه تعتبر الكونسنت طبعا هؤلاء هؤلاء يعتبرون في الاس اول صوت يسمي Pre Initial الP initial و الY Post Initial نفس الحالة و نفس النظام طيب حتى اذا ما اجاني مثلا خلينا نقول ما اجاني S اجاني P مثلا بدال ما اجاني اجاني Pilt مثلا P المباشرة الP طيب اذا بدأت الكلمة بL بL راح اقول عليه Post Initial حسب الاصوات اللي عندي حسب الاصوات اللي عندي طيب حسا راح نجي على المخطط الثاني المجموعة الثانية وهي هنا بس اكو شغلة مهمة تعريف الزيرو كودة شين يعني زيرو كودة يعني كلمة ما بها كونسنت بنهايتها او ها خافي نجي تعريف الزيرو if there is no final consonant هذا تعريف الزيرو كودة خافي نجي بنا تعريف الزيرو واذا جابنا فاينال كودة كونسنت طبعا هذا تعريفه هذا كتعاريف يعني اجانكم اما كشرح فان راح اشرحن يكونون وضحات جدا نجعل هذا المخطط ايضا احنا عاملينا مخطط جدا مرتب راح تستفادون من عنده جدا الكودة احنا قلنا اي كلمة تجيني او اي كلمة بها اصوات بالاخير اجو pre-final يعني اي صوت يجيني من هذول المانا انجليسة هذا pre-final اي اي كلمة طيب pre-final شك الصوت يجيني باللغة الانجليزية راح اقول علي final باستثناء ذولة هذول ما راح يكونون final اذا جابلك سؤال قاللك sounds does not consider final ما هو الو الو اله و اله 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 و ال A من هذنية رح اقول عليهم post final اي صوت من ال post final طبعا هاي الاصوات اللي هم الس والز والد والث هذول رح اسميهم post final one او post final two بس رح ناخذ امثل عليهم ونفسخهم بعد اكثر على النظام اللي اخذته قبل شوية وشرحته انا اجي عندي كلمة next ال end طبعا هذا answer تجانب البداية العلة هذا بيكو ونسميه center اللي هم صوت العلة ال k يعتبر final code ال s post final one وال t post final two هذن هذن من ينجبتها كله من هذن الحاجة اللي انشاء هذا المخطط تحفظ هاي الاصوات يابا هاي الصوت يجين بال final هذا الصوت يجين بال pre final و الى اخري و الى اخري طبعا احنا ذكرنا بهاي الموضوع هذا التقسيم دائما نعتمد على الرسم الصوتي فاذا اجتنا كلمة packed طبعا الرسم الصوتي ما لا يتصير باكت باكت الصوت العلة يعتبر بيك و ال k final code و ال t post final لماذا؟ لانو ما عندي جماعة pre final اجي على هاي الكلمة helped لانو عندي L طالما عندي L فراح اقول لي ال L هاي pre final لانو جماعة ال pre final لانو جماعة ال pre final يعني ال L من جماعة ال pre final لو جهت على ال L ال L راح نعتبره final ليش راح نعتبره final لانو احنا قينا اي صوت يجي هنعتبره final باستثناء المجموعة اللي ذكرناها هاي متى تجي final ال P نجي على ال T ال T راح نعتبره post final ليش لانو من جماعة ال post final نفس الحالة اجي على 12 L انا عندي هنا كلمة 12 ال L طبعا راح نعتبره pre final لانو من جماعة ال pre final وال L ال F ال F راح نعتبره final وال T راح نعتبره post final ال F ال F ال F موجود و اي هذولا لانو من جماعة ال pre final ال L ال L عندي سمته pre final ال L ال L ال L موجود ال F ال L موجود ال L ال L ال F ال F موجود و اي هذولا؟ لا موجودا ال L 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 سأقوم بالفاينل سأقوم بالفاينل سأقوم بالفاينل انتهى الحل اعيد الشرح مرة أخرى اعيد الشرح مرة أخرى انا عندي هنا اعلم الإعلاقة يبدأ من ال 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 موجود سأعتبره نأتي اي صوت يأتي نأتي بالفاينل بإستثناء هل هل عettre المثالOr جماعة times فعلا الآن سأعتبر المثال الجسم لقد أعتبر المثال المثال م ايضا وانو حينبه مت Lady الت3 الـ Pre-Final يعني موجود هنا ويا جماعة الآن الـ P ما موجود هنا راح اعتبره Final الـ T موجود ويا الـ Post-Final راح اقول عليه Post-Final طيب ورا الـ T جاني S راح اعتبره Post-Final 1 لو ورا الـ S مثلا جاني النوب فيه راح اقوله Post-Final 2 وإلى آخره لان ننتقل إلى الافة شي اسمه Syllable Divisions تقسيمات المقاطع لو جيت على كلمة موننغ موننغ لان طبعا بالبداية بالبداية لازم نعرف شل المقصود موننغ لان انا عم مراء انا عندي كلمة هالكلمة بيها اكثر من مقطع كلمة بيها اكثر من مقطع حلو هالكلمة اريد اقطعها ولكن هالكلمة دوختني انا عندي كلمة مورنغ حلو سناخذ مثال عن مورنغ عبا نفهمه موننغ مورنغ يعني صباح قد مورنغ صباح الخير طيب انا عندي كلمة موننغ الان هاي الكلمة لو جيت على رسم الصوتي ما قلته هذا وينها موننغ الار ما يلفظ طيب الام او هذا مقطع و الانج مورننغ انغ ننغ هذا مقطع ثاني حلو اكو واحد قالك لا ليش ما نقول مونن و ننغ و عندنا ثلاثة اصوات بها علا ثلاثة اصوات علا به حاليا اللي هي الام او و ننغ او صوت انعلا عفوا ليش ما نجيب الان و يلنغ و ليش ما واحد قاله ليش ما نخلي الان و يل موننغ يعني هسا انا عندك كلمة مورننغ المشكلة وين؟ المشكلة قل لك يا ابا انا ما عندك مورننغ الان تحطها و يل مورننغ لو تحطها و يلنغ هيك شا الفكرة قل لك يا ابا شنسوي هاي الدوخة هنا فاحنا شراح نسوي راح نعرف شوك شنسوي طيب قل لك lớنة القبل المشكلة السلاح المشكلة 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 في يеперь loops بلديا ايجه المصري الحقيق سيتامنا طبعا هذا تعريف نحفظه مهم جدا هذا كله ينحفظ بدون أي كله هالنظرية شو تقول تقول يفضل احنا ناخذ على جهة الرايت على جهة اليمين يعني كلمة يعني شلون على جهة اليمين يعني أنا هاي عندي يساني عندي هاي اليمنى هاي اليسرى وهاي اليمنى فيه يقول شي يقول يقول الان أنطي لليسرى فرح حصير موننق هاي نظرية المكسومل نظرية المكسومل قال لك يا بهيش لازم نقطعها هاي نظرية هاي نظرية هاي تقول يعني يعني دائما الكنسنت يروح على يمنى هاي نظرية هاي نظرية هاي تقول نظرية هاي تقول طيب طبعا اكو احتمالات أخرى اكو احتمالات أخرى مثلا عدنا هنا فيه شي اسمه الام في يقول انه انه ممكن نقول مور مورن و نننق يعني لأنه راح نحط جماعة مرة ويهة المورن و مرة ويهة نننق إذن الان عندي كلمة باتة مرة قول بت مرة قول تر يعني الموضوع صراحة محد معتمد عليه المهم انت لازم تحفظ التعاريف وتعرف تنطع على كل حالة مثال فقط لا اكثر ولا اقل ايضا عدنا تعريف هذا تعريف مهم جدا تعريف الجهر يعني بس مجرد نحفظ طيب عندك تعريف آخر طبعا عدنا تعريفنا لل سنورتي اللي هو الجهر طبعا هو ما لا ترجمة بالعربي بس خلينا نضحه شنه هي بعد اكثر السنورتي هو النظام النظام الاصوات الصوتي ايه النظام النغمات ارتفاع الاصوات باللغة الانجليزية يقولون انه اللغة الانجليزية لها نظام من تريد تتكلم يفضل انه نبدأ بهذه الاصوات اللي هي باتكة اكثر شيء وفعلا مثلا نلاحظ احنا غير اكثر شيء نبدأ بـ يعني خصوصا بـ مثلا طبعا اكيد وراهم علا يعني حتى لاس مرات يعني نبدأ بـ مثلا سبيك سكريم حتى نشوف شيئين أو نكما لاالجه نغم أنه كيف نظام الانجليزية ويقولك ًا decimal اللازم بالكلمة يكون هذا الصوت وفعلا لو ايجينا SPAAT وهو صوت U صوت U SATE مثلا مثلا عندنا هذة autre سلم الموسيقية شئوه عندما يأتي لخ commented يخص اللحن lamang هذا نظام amarية ما ريت هذا تعريف آخر اليه كمع الطرق تظهر لسؤال الفونتيكس يتطيل التنزل يكفي متعارف الفونتيكس يعني يابع اي اول . وان انسيت مي . جدا مفيدة هاي الفاسألة تعبنا عليها جدا يعني تعب مطبيعي يلا قدرت اكملها إن شاء الله استفديتم من هذا الفيديو وكلتنا نبقى بشر وعندنا خطاء أتمنى إذا لقيته خطأ عنا أو فد تقصير تبالغوني حتى نعدل عليه لأننا كلتنا بالأخير إحنا بشر ونبقى نتعلم إلى آخر يوم حياتنا شكرا جزيلا لحسن المشاهدة نشوفكم بخير حياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته